الحقيقة في اللحظات الحارجة دي فعلا الوطن والوطنية والمواطنة بتفرض نفسها الكلام ده بالدليل مش كلام إنشة زي ما قلت لحضراتكم في البداية الكلام ده بيعبر عن الواقع اللي احنا عايشينه ويمكن فيه جند مصاب بيستغيث بيزميله وزميله ومش بيسأله في اللحظات دي برضو انت مسلم ولا مسيحي زي مبني قال بيجرع عليه وينقذ حياته وبيقدم له المياه اللي معاه الدواء وهو حتى يمكن يعرفش اسمه محمد ولا جرجس ما سألوش ومش هيسأله لإن مش مهم عنده هو دينه ايه في التوقيت ده المعنى ده اللي احنا بنقوله بنقولها ليه دلوقتي أو بنقول المعاني دي دلوقتي ليه يا ترى علشان نعرف يا ترى واصل للناس فعلا بنفس القوة ولا غيب عن العقول يا ترى واصل للناس إن احنا كمصريين كلنا في الأزمات بنكون ايد واحدة زي ما حصل في حرب اكتوبر وده أكبر دليل على وحدة الشعب المصري يا ترى ده واصل للأجيال الجديدة فعلا ولا الإعلام في وادي والناس في وادي يا ترى حدث زي ده زي اكتوبر ممكن يتكرر تاني بنفس معانيه علشان الناس تتصحى وتفهم معنى الوطن ولا الناس نسيت اكتوبر ونسيت حرب اكتوبر وعايشة اليوم بيومه من غير ما يبقى جواها هذا المعنى ترجمة نانسي قنقر